بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا عايز أفاهم الدنيا لللي مش فاهم أفاهمها له من وجهة نظري أنا ما بفرجش عليه أنه هو يفهمها زي من عايز بس هو يسمع الفيديو ويشوف وجهة نظري إيه ولي كانت وجهة نظري صحيحة يمشي عليها وجهة نظري غلط يسيبوا منك أول حالة الدنيا دي ما إلا إمتحان إحنا فيها للمفروض نعمل بعض معاملة أحسن من كده الأحد ما يشوف حيات في الشارع ماشي بأمانة يا حسن ده بيشتم ده وألفظ وحشة وحياتي وحشة الواحد بيشوفه بيحس أنه من كوكب تاني فالمفروض أنه إحنا مخروضين للعبادة فقط لغيره وربنا هم كده مخروضين للعبادة فقط لغيره ومخروضين للعبادة فقط لغيره الدنيا كلها حلوة فانية ويريد يريد تصلي وتلتزموا في الصلاة تحس بلزة الإيمان بلزة جميلة جدا أنا مش قادر ويعجز لساني عن الوصف الطاعة والعبادة وأول حاجة أنا بسجل معاكم في رمضان والنهاردة ليلة تمانية وعشرين رمضان ربنا وصف أني لو تقربت إليه شبرال تقرب إليه زراعا ومن تقرب إليه زراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته مهرولا يعني يجيت له باجري فربنا يا جماعة حلو وجميل ويحب عبده فأرجوكم أرجوكم نصيحة مني أن الدنيا متفادة ويخليكم في العبادة ويخليكم مع بعضهم مش عارفة أوصف لكم إزاي بحس أن الناس بتكذب على الفاضي والمليان طب تكذب ليه؟ ما تجرب في نفسك كده أنت تكون صارق ماشي ما تكذبش ما تكذبش على أي شيء عود لسانك على الصدق وإنت قاعد عود لسانك على التساميح أن أنت تسبح وغيره تقص لقي الدنيا كلها فتحت كتاني مش عارف أحكي لكم إيه؟ مش عارف أقول لكم إيه؟ مش لا يعني قص كل كلام جميل مع ربنا يا سلام لو اكتبع مع ربنا وشكرا والسلام عليكم الله إناً اسمي حسن المصطفي الجمال تابعوني على قناة اليوتيوب اسمها حسن المصطفي الجمال شكراً